تعالى بها كيف نوحد الله تعالى بها هنا لا أنا لا لما أقول غني يجب أن أفهم أن الله تعالى مستغن عني بكل الوجوه ما معنى مستغني أنه غير محتاج غير محتاج لأي أمر من أمور عباده والله خلقكم وما تعملون ما انتهى الموضوع صحيح فهنا الآن لما تعتقد أنت اعتقاد كامل بأن الله تعالى غني ويرسخ في قلبك أن الله غني لا يمكن أن يدخل الشرك إلى قلبك عظيم كيف لأنك لما تعتقد أن الله غير محتاج إلى أي أمر من أمورك فأنت حينما تأتي بوسيط تتقرب إليه كأن الله تعالى محتاج إلى هذا الوسيط حتى يشفع لك ولذلك الشفاعة كما مضى قبل أشهر أصنعه برض الله أحسنت والله تعالى غني ولا يشفع إلا لمن أذن ورضي نعم تختلف عن شفاعة المخلوق نعم فالنقص منفي عن الله عز وجل لأن له الملك وله الحكم كل شيء هو الذي يقبل من يشفع ولذلك النقص منفي عن الله بكل حال كما العجز غير جائز عليه جيلا وعلا فهو غني غنا كامل ولذلك لا يمكن أن يكون لأحد فضلا عن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوان كامل وهنا يأتيك في قضية التوحيد مرة أخرى أن الله تعالى لم يلد ولم يولد لأنه غني نعم صحيح فلذلك لا يمكن أن ينسب إليه ولد لأنه غير محتاج إليه والله خلقكم وما تعبدوا ولذلك غير محتاج إليه فمن هنا يأتي ماذا قضية التوحيد الله جل وعلا في قضية الغني فالغنى والغني الحقيقي هو الذي لا حاج إلى أحد أصلا فحاجاتك كلها عندها والذي يحتاج ومعه ما يحتاج فهو غنى مجازي ولذلك تجد غنياء الدنيا غنىهم مجازي ليس حقيقي واضح؟ نعم يعني الآن غنى أهل الدنيا غنى مجازي ليس غنى حقيقي مثل ما ضربت لك قبل قليل بالماء لما قد لك خذ قطي لا أريد جيد؟ نعم فمعنى هذا أنك مستغني عنه لكن هل هو على الدوام؟ لا أبدا تحتاجه بعد ساعة ساعة يمكن بعد شوية تشرب كاسك تقول لي دعطني كاسك أقول لك لا فلذلك القضية ماذا تكون؟ تكون أن الغنى في ابن آدم غنى مجازي سبحان الله مهما كان مهما كان ائتني بأنعم أهل الدنيا وأغناهم يكفي أنه بعدها سيموت ويتركهم لي وراته لا 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 يترك الموت يمرض فيحتاج إلى الطبيب نعم فلا يوجد طبيب في بلده يساعد يداوي إلى هذا فهو أفقر الناس إلى هذا الطبيب الهد نعم فالغنى مجازي ما تنفعه ماله ما يقدر يسوي شيء ما أغنى عني مالي أحسنت فلذلك هنا هذا التوحيد الذي يجب أن نلتفت إليه والله الغني وأنتم الفقراء في المقابل أنت فقير فقر ذاتي فقر ماذا؟ ذاتي ذاتي بمعنى أن وصفك الحقيقي هو الفقر ويأتي معنا في الآثار نعم فهنا الآن أنا فقري ذاتي ملتزم به لا يمكن أن أكون غنائي مطلق سبحان الله لا يمكن الآن يعني خلني أضرب لك مثال بهذه القاعة التي الآن نبث فيها هذا البعن لا نسأل الله النفاة نعم هل تستغني عن هذه الكاميرا التي أمامي؟ هل يستطيع أبو عمار يستغني عنها؟ أسأل ما يقدر تقدر أبو عمار ويستغني عن وجهي؟ ما يقدر ها؟ شفت؟ يعني حين لو وجهي زعل علينا نضيع ممكن أن نوقف التوصوير صح أو لا؟ صح لم يعد لها انظر إلى فقرنا مهما بلغت التقنية مثلا تلك الكاميرا ثابتة ومدريش ما يفهم أقصد الجمهور لا يطلعون على مثل هذا ولمشاهدون فلذلك لا يمكن الفقر فينا ذاتي صح لابد أن نحتاج بعضنا لبعض وإذلك ربي جلو على جعل بعضنا لبعض سخري صحيح سخر ليش؟ لأن فقرنا ذاتي وهو الغني بذاته فغناه ذاتي كالجود والإحسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر